السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي في هذه الحلقة سأشاركك تجربتي في إصلاح هذا الآيفون الذي طبعا ليس الآيفون الخاص بي فهو آيفون خاص بي أحد الأصدقاء جلبه لي وقال لي أنه لم يعمل شحنه بالليل بنسبة 80% استيقظ في الصباح وجده لا يعمل يقوم بالضغط على زر الباور هكذا مطولا لا يعمل يقوم بالضغط على زر الهوم يوصله بالشحن ووصله بالحسوب لا يوجد أي شيء هكذا جده هامدة وكأنه ليس هاتف كأنه عطل فببساطة وبطريقة سهلة جدا للغاية استقوم أولا بتوصيله بالحسوب بعد توصيله بالحسوب طبعا وهو مغلق هكذا لا يشتغل حتى تقوم بالضغط مطولا وكثيرا لا يشتغل أبدا وكما قلت لك كأنه جده هامدة كأنه فقط يعني لا يوجد به أي شيء هكذا مغلق شاشة السوداء فقط تقوم بتوصيله بالحسوب في البداية وهو مغلق طبعا بعد ذلك ستقوم بالضغط على زر الباور وزر الهوم لمدة حوالي 10 ثواني أو 15 ثانية حتى يشتغل معك الجهاز تضغط تضغط هكذا مع بعض زر الباور وزر الهوم طبعا طريقة تشتغل عليك كل الهواتف في حال كان آيفون 6 أو 6S ستقوم بالضغط بالجينة طبعا زر الباور وكذلك زر الهوم هكذا لمدة 10 ثواني وتضغط حتى تظهر لك علامة الأبل في حال لم تظهر لك علامة الأبل وظهرت لك علامة الآيتونز فوجب عليك عمل ريستور من خلال الحسوب بطريقة سهلة جدا طبعا يوجد حلقة تطرقت فيها إلى طريقة عمل ريستور لا توجد أي مشكلة يمكنك متابعته وستجده في القناة في قسم الأبل بطبعه كذلك في المدونة وإذا لم يظهر لك لا علامة آيتونز ولا علامة أبل ولم يشتغل الهاتف أبدا فهذا يعني بأن مشكلة داخلية داخلا من الهاتف من الداخل فوجب عليك رفعه إلى فني وفتحه وصيانته طبعا ربما كانت به مشكلة من الداخل شكرا لحسن من تابعتكم أتمنى تكون هذه الحلقة قد نرى تعجبكم رجالي أن تعجبتك هذه الحلقة لا تبقى عليك بالنقل على زر لايك وكذلك سبسكرايب يظهر الآن أسهل الفيديو وعلى يميني قم بالنقل قبل هذا الفيديو للتوصف الجديد للحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي في TH3VW.com يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية نضغي في حلقة قادمة بين الله إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله موسيقى